موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا متابعين الكرام صدمة كبيرة في الناد الاهلي بعد اصابة اليو ديانج مع منتخب مالي وايضا اصابة ايمن اشرف مع منتخب مصر ومن قبله محمد هاني تعرض الدول المالي اليو ديانج لعب وسط الفريق الاول لقرة القدم بالناد الاهلي للاصابة مع منتخب بلاده في المباراة التي اقيمت مساء اليوم السلساء ضد منتخب ناميبيا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس امام افريقيا وخرج اليو ديانج في الدقيقة 60 بعدما شعر ببعض الالام عقب ظهوره بشكل مميز خلال اللقاء وصناعته للهدف الاول لمنتخب مالي في شماك ناميبيا وحقق منتخب مالي الاول لقرة القدم الفوز امام نظيره ناميبيا بهدفين مقابل هدف في اطار تصفيات امام افريقيا واستعد الفريق الاول لكرة القدم بالناد الاهلي لمواجهة نظيره ابو كير للأسمدة يوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات دور ربع نهاي كأس مصر فيما يلاقى ايضا نظيره الزمالك يوم 27 من الشهر ذاته في نهاي دوري ابطال افريقيا وبعد قليل اثر المخاوف التي اثارت الجمهور نشر اليو ديانج على حسابه في تويتر وقال انا بخير ربنا يسطر على لعبة الناد الاهلي وناد الزمالك قبل نهاية افريقيا يوم 27 اتمنى تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة